أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن معادلات التنمية وتقدم مرهونة بما تقدمه الدولة لأبنائنا من ذوي الهمم ووجه رئيس السيسي خلال كلمته ضمن النسخة الرابعة من قادرون باختلاف جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما تم بدءه من خلال البرامج والمبادرات القومية لدعم ذوي الهمم لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى وطوال سعينا في هذا الطريق أن مقرار النجاح ومعدلات الإنجاز مرهونة بالأساس بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم وهذا ما جعلنا نحرص عليه دائما ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتكم وتوفير البيئة المناسبة لتمكينكم من المشاركة الفعالة وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم في مختلف مسارات العمل الوطني وأود أن أغترم هذه الفرصة لوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة تكلفات لمؤسسة الدولة لدعم ذوي الهمم وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة تضامن بتيسير إصدار كرت الخدمات المتكاملة لدوي الهمم وبتكلف وزارة الشباب والرياضة بدراسة إتاحة عضويات من ذوي الهمم بمختلف مراكز الشباب والنوادي تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضماناً لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوةً بباقي الأشخاص ذوي الهمم ثانياً تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقاً لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لزوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة ثالثاً تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضاً بتكسيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكسيف أنشطة الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وسقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم ترجمة نانسي قنقر